نواصل هذه التغطية من رؤية للعدوان على قطاع غزة وفي المحور الثالث نبحث في الرأي العالمي والدولي وكيف يتغير هذا الرأي وماذا يقول فيما سيكون بعد شهر على هذا العدوان أرحب بضيفي الأستاذ دكتور مكرم خوريا المتخصص في العلاقات الدولية والإعلام السياسي معنا ومبشرة من لندن دكتور مكرم مساء الخير وبعد ثلاثين يوماً وثلاثين يوم على عدوان غاشم على قطاع غزة كيف هي التغيرات دولياً وكيف تقرأها في قادم الأيام أهلا بك أستاذ محمد وأعساه مساء أفضل من ما نراه الآن على الأقل في قطاع غزة ما حصل أستاذ محمد أنه في الأسبوع الأول من عدوان الإبادة على قطاع غزة كان هناك انقسام ما بين الشرق والغرب الشمال والجنوب أتكلم عن المناطق الجغرافية عالمياً أوروبا وبالتأكيد الجنوب وأقصد بذلك أفريقيا وأمريكا اللاتينية وأيضاً كل ما يتعلق بالهند وجوارها ومن ناحية أخرى أوروبا وأمريكا الشمالية في الأسبوع الأول كانت كل الشعوب ما زالت تقريباً مصدومة مما حصل ولا تعرف تماماً كيف تهضم ما يجري ولكن في الأسبوع الأول كانت هناك مواقف أوروبية أو صهيونية ناتوية متماهية بالكامل مع الاحتلال الإسرائيلي ما حصل بعد حوالي أسبوع أي قبل ثلاثة أسابيع أنه لاحظنا تحول تدريجي كبير من الشعوب شعوب العالم كله نحن لا نتكلم فقط عن دول في أمريكا اللاتينية أو في إفريقيا أو في آسيا ولكن نتكلم عن تحول كبير لصالح القضية الفلسطينية في أوروبا وأيضاً في أمريكا الشمالية هذا الموضوع مهم جداً لأنه سبب بتأثير كبير على سياسات هذه الحكومات في الغرب وأعطيك مثال أستاذ محمد مثلاً في الأسبوع الثاني كانت هناك مظاهرات ولكن المظاهرات كانت من المستوى المتوسط بعدها تكثفت المظاهرات وبدأت الخطابات في الأروقة اتخاذ القرار الغربية تتغير نوعاً ما أي أننا لاحظنا أنه كان هناك هبوط تدريجي بكل ما يتعلق بالخطاب السياسي للسياسيين في الغرب بدأوا بداية مثلاً بمصطلحات وخطابات وبيانات كانت جلها عبارة عن تصريحات تقريباً مطابقة لتصريحات نتنياهو وكل طاقم أمن العدوان الذي يعينه ولكن بعدها رأينا أن هناك حصل هناك تحول وحصل هبوط تدريجي هذا التحول أستاذ محمد حصل نتيجة لأربعة تحركات في الشوارع العالمية الأول هو التحول في السوشال ميديا رأينا ضخ وإنتاج منتوجات إعلامية في السوشال ميديا كبيرة من قبل الشباب بشكل خاص ولكن أيضاً من قبل خبراء هذا الضخ الذي أدى إلى نوع من تدفق المعلومات من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب أدى إلى تحول في الرأي العام ثانياً حصل نتيجة هذا التدفق الإعلامي في السوشال ميديا حصل نوع من التغير في الإعلام الرسمي أو ما يسمى بالمينستريم ميديا لدرجة أنه حتى محطات يمينية مثل فوكس نيوز وسكاي تحول فيها نوعاً ما تحولت التغطية من تغطية سلبية جداً شبه معادية للسردية الفلسطينية إلى سردية قد نقول نوعاً ما متحولة أو نوعاً ما متوازية أو فيها نوع من شبه التعادل ولكن ليس التعادل العام يعني كنت ترى التحليل شبه صهيوني ولكن التغطية من الأرض ليست صهيونية ثالثاً كان هناك تحركاً وما زال هناك تحركاً شعبياً كبيراً بشكل مظاهرات في العالم كله بدأنا مثلاً على سبيل المثال بمظاهرات شبه صغيرة حوالي 100 ألف تحولنا إلى 300 ألف تحولنا إلى 500 ألف والآن مثلاً هناك تخطيط لمظاهرات مليونية يوم السبت القادم ورابعاً وسأنهي بهذه النقطة هذا الفصل وهو أنه الكثير من الناشطين في العالم الغربي بشكل خاص بدأوا بالتوجه للقضاء وبتقديم الدعاوى قضائية ضد الساسة ضد رئاسة الحكومة أو وزارة الداخلية ووزارة الخارجية وذلك لموقفهم المناوئ والمنافي للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي لكن دكتور مكرم هذا كله يشير إلى كم كبير من التغير في الموقف الشعبي والموقف الإعلامي اتجاه ما يحدث في قطاع غزة واتجاه العدوان تحديداً على أهلنا في قطاع غزة والسؤال يوم بعد 31 يوم كيف سيكون شكل مرحلة مقبلة ناحية شعبية وسياسية وأيضاً إعلامية حول ما يحدث من عدواننا على غزة نعم سؤال طاقب أستاذ محمد الآن ممكن القول أنه يعني أكثر من ثلثي العالم مع القضية الفلسطينية ومع قطاع غزة بشكل خاص لا بل أكثر لربما ممكن أن نقول أنه من 80 إلى 90% من شعوب العالم مع الشعب الفلسطيني وقطاع غزة المحاصر والذي يباد يومياً ولكن من ناحية ثانية نرى في اليومين الأخيرين تحولاً كبيراً بصراحة أن هذا التحول بدأ عندما سمع العالم على الملأ أن ما حصل في 7 أكتوبر لم يكن من فراغ وجاءت هذه التصريحات من قبل السكرتير العام للأمم المتحدة أو الأمين العام المتحدة أنتونيو جوتيرش وكان هذا الخطاب خطاباً مفصلياً صلت الضوء على أن الأمم المتحدة ممكن أن تكون بالفعل في أوقات الأزمات العالمية الملحة ممكن أن تلعب دوراً مهماً منذ ذلك الحين ولغاية اليوم نرى أستاذ محمد تحولاً كبيراً لدرجة أن وزراء خارجية بدأوا يصرحون تصريحات كبيرة الأولى كانت مثلاً في العالم الغربي كانت وزيرة خارجية إسبانيا التي طالبت أيضاً بقطع العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي وأيضاً وصفت الأمور على أنها إبادة تحولنا لدرجة أن اليوم النرويج بدأت تتكلم تقريباً بنفس الخطاب كل ذلك يشير إلى أن الضغط العالمي طبعاً نهيك عن موقف روسيا والصين مراراً في اليومين الأخيرين ومواقف أخرى حتى موقف فرنسا اليوم في الأمم المتحدة ما نقوله هو اليوم أن غالبية العالم اكتشفت هذه المكيدة الصهيونية ضد فلسطين ككل وقطاع غزة بشكل خاص وكشفت ما قلناه منذ الأسبوع الأول أن هدف الاحتلال الإسرائيلي هو تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة لكي يتسنى لهم بعدها تهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى الأردن ثانياً بعد التهجير إن لم يصلح ذلك ممكن أن نقتل ونبيد أكبر عدم منهم وثالثاً نسطح أو نسوي أرض قطاع غزة بالأرض ونقتل أو نجعل المقاومة تستسلم كل هذه المخططات التي هي اليوم مفضوحة ومكشوفة للعالم أدت إلى أن يقوم العالم وأنا أعتقد أن 48 ساعة القادمة ستكون مفصلية إذ أنني أعتقد أن هذا الضغط العالمي الكبير قبل يوم السبت سيؤدي إما إلى هدنة إنسانية أو عدة هدن إنسانية أو قد يؤدي إلى نوع من اتفاقية وقف إطلاق النار المشكلة أستاذ محمد أن هناك عدة ملفات الآن منها ملفات آنية ومنها ملفات أقل آنية مثلاً أعطيك مثالاً الملفات الآنية والمستعجلة هي مثلاً ما يريد الاحتلال الإسرائيلي من تحرير للرهائن لدى المقاومة ولكي يأخذ ذلك هو يريد أن يضغط على كل سكان قطاع غزة في هذه الأوان ويجوعهم ويعطشهم لكي يقوم السكان ويطالبون المقاومة بإما الاستسلام أو تسليم الرهائن بدون دفع ثمن وعندما أقصد دون دفع ثمن أن الاحتلال لا يريد أن يبيض السجون على الإطلاق إذن هذا ملف مستعجل وآن يريد الاحتلال تحقيقه ولكن نرى أنه لا يتحقق حالياً من ناحية ثانية هناك موضوع آخر ملف آخر وهو لمن سيتم تسليم قطاع غزة بأي قوة ستكون حركة حماس بعد وقف إطلاق نار من الذي سيسيطر عليها هل سيكون ملف المصالحة جاهز أو ستكون مصالحة عفوية وينتهي الانقسام الفلسطيني من سيقوم بكل هذه المعاناة أو علاج كل هذه المعاناة أين سيسكن مليون نص نازح نص قطاع غزة تقريباً مدمر الآن إذن هناك قضايا وملفات إنسانية كبيرة ولكن نرى أستاذ محمد أن المصالح الاقتصادية للاحتلال الصهيوني ولكل من يدعم هذا الاحتلال على فكرة أنا أكلمكم من لندن وتم الكشف على أنه مثلاً عائلة رئيس حكومة لندن متورطة بصفقة لتنقيب النفط في قطاع غزة بأكثر من واحد ونصف بليون دولار والسؤال هو لماذا أصلاً يوافق رئيس حكومة بريطانيا على وقف إطلاق النار إذا كانت له هناك مصالح شخصية والمصالح الشخصية ليست فقط له هناك العديد من الأوساط الأوروبية أو الغربية وبالتحديد الأمريكي لهم هناك مصالح كبيرة اقتصادية وللأسف هذا أيضاً يتقاطع مع بعض مصالح أخرى إقليمية ولكن أعتقد أن هذا الصمود الأسطوري للشعب الفلسطيني سيحبط غالبية هذه الصفقات أو الأجندات وبالتالي أعتقد أن اليومين القادمين سيكونان مفصليين وأعتقد أنه ستفرج نوعاً ما الأمور رغم فضاعة هذه الإبادة التي تتواصل دكتور بكرم أنت تتحدث عن ما يشبه هدنة إنسانية هناك هل تقرأ أن ذلك بات ممكناً وهل ما بعد هذه الهدنة الإنسانية بقاء الحالي على ما كان أم أن الحرب ستعود للطق الأبواب والعدوان سيعود من جيد على القطاع أيضاً سؤال رائع أستاذ محمد بداية أعتقد ستكون هدنة إنسانية متوسطة للأمد لعدة أيام بعدها سيتم التفاوض على إطلاق صراح بعض الرهائن وممكن أن تطلق المقاومة صراح بعض الرهائن الأجانب ليس الإسرائيليين بعدها ممكن التفاوض أيضاً إما على طبيعي السجون وإطلاق بقية الرهائن الإسرائيليين أو إعادة نوع من الاقتتال لأنه إذا لم يحصل كل ذلك كل ما ذكرته الآن ستضطر جبهة المقاومة الواسعة فتح الجبهة بشكل كبير الجبهة الشمالية بشكل كبير قد تنضم إليها الجبهة العراقية والجبهة اليمنية وبعض ما حصل اليوم من منطقة الجولان من الجبهة السورية إذن أي سيناريو يختزل موضوع الهدنة وموضوع وقف إطلاق النار سيكون كارثياً على المنطقة كلها وأنا لا أعتقد وأشدد هنا لا أعتقد على الإطلاق أن المقاومة كجبهة عريضة وأنا أخص بالتحديد المقاومة من لبنان وحزب الله بشكل خاص لا أعتقد أنه سيترك المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة تتلاشى وتختفي هذا سيكون خطأاً استراتيجياً هو حزب الله بشكل خاص لا يريد أن يحصل على الإطلاق ولذلك أعتقد أن الحلول الوسط ستبدأ بهدنة وبعد ذلك نوع من وقف إطلاق النار تبادل الأسرة وبعدها التحاور لأنه ما من طرف أصلاً تصور أن قطاع غزة ممكن أن يثور ويثير العالم بأسره للاقلب الطاولة على الجميع نعم أود أن أشكرك كل شكرة دكتور مكرم خوري المتخص في علاقات الدولية والإعلام السياسي كنت معنا مباشرة من لندن أشكرك على وجودك معنا في هذه التغطية أشكراً جزيلاً لك